أستاذ عصام مبارح فاز النادي الأهلي على نادي بيرامدز بهدفين مقابل هدف من الممكن أن يرى البعض أن هناك أداء لم يكن جيد يعني للنادي أهلي لكن في النهاية أنا يهمني في مثل هذه المباراة ويمكن حضراتك قلتها لنا بلكده وإحنا قاعدين صحيح أنه مثل هذه المباراة تكسب ولا تولعب لا بس اتفقنا أنه ده يجوز جدا في ظل ظروف محددة يجوز جدا 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 هل ما وجودها في الأهلي؟ طبعا وإنت تلعب ماتشي كاس كمان يعني بلاس أنه ماتشي كاس اللي هو نكاوت ما فيش حدا يروح مع نقطة يتروح مبسوط يتروح إزعلان قوي وبالتالي الإمكانيات كلها وفرت كم كان يعني سامي ومصان الزاكي جدا أنه قدر يتصور سيناريو بيرامدز هيلعب به وبالتالي قدم له اللي هو عايزه أنه هو يستحوز على الكرة طول الوقت وكده ومحتاج هو إيه؟ محتاج يجيب جون وفق في الهدف واللعبين الضغوط اللي هم عايشينها وحالة يعني التغيير اللي طرقت على التيم والجهاز الفني والحمد لله يعني انتهت دون أعطاب بل على العكس سبحان الله يعني وكأن الدنيا برضو بتدي المكتهد فجاءت بظلال طيبة على النادي الأهل وبالتالي خرج سامي ومصان يعني مقدم نفسه على أفضل ما يكون برضو العمل بس العمل أولا ثم النوايا الطيبة ورجل يحسن الفعل ده يوضح لك أنه كان باكينج للرجل الأول موسماني وبالتالي اللعيبة كلها اتلمت حواليه وعمل هو جديد ألا وهو أبو 90% لأ لازم 100% سليم تلعب وعشان كده أعاد لعبين من بعيد لأنه كان فيه لعيبة أجهدت بالمرة ولعيبة اعترها الصدق الكروي برضو بالمرة لكنه رجع الناس كلها فمكاسب عديدة جدا وما كانش في الإمكان أبدع مما كان علشان يبقى كلام يحمل صيغ فنية مش بس صيغ جماهيرية يعني